عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسك بكم ومن من لجا إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوز عظيم مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مغفر العرصات منازل جبريل الأمين يزورها من الله بالتسليم والرحمات منازل كانت للصلاة والتقى وللصوم والتطهير والحسناته قبور بكفان وأخرى بطيبة واخرى بفخنا لها صلواتي وقبر بأرض الجوزجة وأغنم حله وقبر ببخمراء لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحجاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عن الهم والقربات أرافيهم في غيرهم متقسما وعيديهم من فيئهم صفراتي سأبكيهم ما ذر في الأرض شارقون ونادى ونادى منادي الخير للصلاواتي وقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي أنا لفت نظري البارحة موضوع كان عزاء مركزي بالنجف العزاء المركزي وين؟ بالنجف عند مرقد أمير المؤمنين يعني سلام الله عليه حيث هو المعزى بهذا المصاب الجلل هو صاحب العزاء وهو الذي فاضت روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجره ومسح وجهه والمناسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله لفت نظري شنو؟ أن الرادود من صعد يلطم قال آية حسين ومصابة شايف يعني؟ المناسبة بالنجف للإمام علي والوفاة وفاة النبي صلى الله عليه وآله ومن يفتتح العزاء يفتتح آية حسين ومصابة خطيب يقرأ يوم وفاة النبي يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله ولذلك هاي التائية اللي ليش لفت نظري شيء تائية دعبل هاي العصماء لما قرأها في محضر الإمام علي بن موسى الرضا ومر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطيبة بالمدينة قبر الإمام الحسن وقبر الزهراء والإمام الصادق الإمام السجاد الإمام الباقر ومر بأئمتنا كلهم بكوفان وبغداد وبطوس الإمام الرضا التفت لي يقول لها دعبل عرج إلى كربلاء احنا نريد نسمع كربلاء مصيبتنا هي كربلاء مصيبتنا مقتل الحسين لا خو مقتل الإمام الحسن خو مقتل الإمام علي خو مقتل الزهراء خو هناك روايات مستفيضة سطرق سمعك أو لا كثير مما يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات مسمومة مات شهيدا مسموم ما منا أهل البيت إلا مقتول أو مسموم ليش كربلاء يظهر عرج بنا إلى كربلاء عرج بنا إلى سبي زينب يظهر مأساة أهل البيت بسبي العائلة الكريمة ولذلك النبي من يوصف أهل البيت يصيح يا ناس ترى باب فاطمة بابي وحجابها حجابي قال قتلوهم خلق الرجل يختل كتب القتل على الرجال القتال والقتل لكن على النساء من يمر إلى أن تنتهت حربة النبي صلى الله عليه وآله خلنا بالله نتنقل في بعض المفردات اللي احنا نحتاجها اليوم بحرية بلا منهجية خل نسميها فرد يوم من الأيام أدخلوا سبي طي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طي مو كانت حروب مع المشركين أجابوا سبايا طي أدخلوهم على رسول الله صلى الله عليه وآله النبي ما كان بالمسجد مسلمين وغاص المسجد بالمسلمين وأدخل السبايا دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحترضته إمرأة من السبايا كانت قوية جريئة شجاعة يظهر بت بيت بت ناس قالت يا محمد كان أبي يطعم الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويفشي السلام قال هذه صفات المؤمنين ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه ولكن أطلقوها كرامة لأبيها بالله اسمعها شوي زين أطلقوها كرامة أبوها مشرك لكن كريم عزيز قوم من أجواد العرب كما يقال ما يناسب بنت توقف بمجلس أطلقوها كرامة لأبيها فالتفتت إليه ليش أقولك جريئة؟ قالت أنا ومن معي قال وأطلقو من معها كرامة لها ثم التفت قال أكرموا عزيز قوم ذل من بعد عزه أرجوك هذا الخلق أسحنا جايين وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخلق العظيم هذا اللي يدوب أمامه حتى الجماد يلتفت تأخذه الرأف والعطف والمحبة والشفقة على عزيز قوم حتى ولو كان من المشركين وزينب تقول مو بدأت خطبتها والصلاة والسلام على أبي مو؟ من أبوها؟ على أبي محمد ترى هذه وخز لضمائرهم هذه بصمة عار في جباحهم وإلا عندما تقول أبي محمد يفترض أن تنتفض الغيرة تتحرك القيم ويقال لا يناسب أن تقف ابنة محمد إحنا سعداء سيد خصاف هذا مو مؤتم النبي صلى الله عليه وآله مو النبي جدهم مو كل إحنا موالين مو كل إحنا أتباعوا شيعة يقدرون يجيبونا وحدة من نساءهم متوزع ماي بالمجلس هسه ماي للثوابب هواب النبي يصير عمي ناسب لو ما قبلته جاشلون بتعلي ابن أبي طالب بتصيح أتدرون أي حرمة له انتهكتهم هذه فخر المخدرات وعقيلة الطالبين زينا هذا اللي خل الإمام الرضا يقول لدعبل عرج بنا إلى كربلا عوفنا من كل هاي المراقب ترى المصيبة هناك تقفل النهايات فعرج دعبل إلى كربلا قال فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجناتي يا فاطم قومي يا ابنة الخير والدبي نجوم سماوات بأرض فلاتي بشط فراتي إلا من الوالد يحسين يبني من الوالد يحسين يبني يا من ريت دباحك دباحني أنا الوالد أنا الوالد والقلب لا فان ودور عزبني وهي إنما جان أعوي لا واحي بن إنما يتعطشان لعبة علي الخير الميدان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نال الله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم هدف الإسلام بل هدف كل الرسالات هذه كمقدمة بناء المنظومة الأخلاقية يعني أن الإنسان يكون إنسان ولذلك شوف الإنسان أول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول صفاته العبودية ولو لم يكن عبداً لما كان رسولاً القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم خوة مجد الأنبياء ببعض الخصوصيات يعني أعطل الأنبياء مثلاً فلد ناس قطاهم فالصفات معينة لكن عندما تأتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار له بمفهوم الخلق النبي يجي يكمل المشوار للأمة يقول إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق يظهر مو إيجي التملاحظ سوى لذلك هو ترى أول الدين شنو أول الدين معرفته أول الدين معرفته يعني شلون يعني مثل هذا اللي يقول ولا تقفوا ما ليس لك بي علم إن السمع والبصر والفعاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ترى كثير من ناسنا اليوم تشوف الدين يصوم ويصلي تنظر إلى الدين من هذه الزاوية أنت تصلي نعم الحمد لله أنت متدين أنت تصوم الحمد لله أنت متدين بينما يجي الإسلام يقول عمي ترى الصيام والصلاة من مصاديق الدين وليست كل الدين ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وإن صلى من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتمن خان ترحبوك فلترحب مجتمعنا أكله وماكو كذب أكل كذب لماكو أفضل شي الكذب بس أخاف واحد يقول هذا شوي يجرح الناس نحن خلي نبدأ بالبداية ترى أكون نقطتين حتى يكون عندنا مفهوم نقطع علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم علاقة عاطفية أو علاقة عملية وتطبيقية الآن نحن بالعلاقة العاطفية اليوم كلنا نحن لابسين سواد وكلنا نبشي وكلنا نؤبن النبي صلى الله عليه وآله ونقدم العزاء لأمير المؤمنين ولسيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولإمامنا الحج بن الحسن عجل الله وفرجه الشريف هذا الجانب العاطف موجود لكن أرجوك نحتاجن وقف أين نحن من النبي بالصدق بالأمانة بالإخلاص بالعمل بالعبودية أكوش يشدن لرسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة من كن فيه فهو منافق وإن صام وإن صلى الله ليش اختار النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق الصفوة من عبر الصفات كان صادق وكان حتى الأعداء يسمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق وإن صلى الله عليه وآله وسلم ما يمكننا أن نعرف هذا الآن أنا أسأل وتقرأ مثلا الصلاة وتقول لي ما تستهين بالصلاة وتقول لي تشوف الصلاة بالصدين لأن الصلاة ليس أصل الدين أقول لك بل بس صلاة بتوابته الذين أقاموا الصلاة الإقامة شنو ليس الإتيان ليس صلي أقامها بفروضها بضوابطها بشروطها ليس صلي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعده أنا وقف أصلي أقول لي إياك نعبد مو صحي أو لا وإياك نستعين أنا إياك نعبد خلنا أخذها المفردة العبادة شنو جنابك تعرفها أو لا يعني من تقول لي إياك نعبد يعني جاي يصلي لا العبادة هي الطاعة الطاعة بكل فنونها يعني العبادة أني أقف عند المحرمات وتأحرك مع المباحات طيب اليوم إحنا من تصير قضية من تصير أزمة أفروض عدكم وبسوق الشيوخ خلنسألكم بينكم بين الله من تصير أزمة وتنصب تشوادر وتنوخذ العطو وتجلمشية يصير التحكيم إلا الله له للقيام الاجتماعية إلا من يصير التحكيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الإسلام شنو الإسلام يجب ما قبل موشي أو لا وحشي قتل حمزة أسود قتل حمزة مو بس قتل حمزة مثل بي وقفت عليه هند قالت لحمزة اجدع عنفة قص مذاكيرة اقطعوا دنا بشق بطنة استخرج كبده تمثيل من إجا وحشي للنبي عاقبة لو طبق حكم الإسلام النبي سهل علي حمزة وقف على حمزة قال والله لا لن أصاب بمثلك أبدا والله ما وقفت موقفا أغيض علي من هذا وإجا حمزة وحشي وقفت تعم أشهدوا عن الله وقل خلاص الإسلام نحن نسويها من يسير عندنا قتل كم أسرة نهجر هاي اللي تسموها جلوة السجلون أربع طعش بذولة خمس طعش مداخلين بالعطوة مو هذا النظامنا دولة خمس طعش نفر مداخلين بالعطوة ودولة خمس طعش نفر فصلة شيلتة ساقط قانونيا وشرعيا طيب رجعت لحكم الشرع يا رسول الله أنا أبشي عليك يا محمد أردى شوف رسالة محمد هد تبيح لي أن آخذ دية وقصاص أتابع بالمحكمة لحد ما أحكم بالإعدام والعشيرة تمشي وتوفي وتفصل مئة مليون جاءت تسمع التناقضات يو لا مو إحنا ترى بس بالإسم ديني الرادلنا وقفة الرادلنا الراجع موقفنا من النبي صلى الله عليه وعاله أنا أشوفوا التاريخ من تتابعوا الروايات ترى يوم القيامة مو كل واحد ينتسب لمحمد لازم يشرف من حوض محمد خلوا في بالكم حتى في صحاح المسلمين يقولون إذا كان يوم القيامة يدادون أقوام عن حوض النبي كما تداد غريبة الإبل عن الماء شايفة غريبة الإبل شون تجي للماء يطردوها الماء قبل سبعين متر اثمانين متر البير فمن يسردون يسقون الإبل تجي غريبة تريد تشرف ويطردوها إيه حقدتهم بما تستوعب عقولهم يقولهم أكو نماذجي بهالشكل يطردون عن الحوض كما تطرد غريبة الإبل عن الماء ليش ليش يسألهم النبي صلى الله عليه وآله يقولهم أنتوا أمتي بل نعم تركت فيكم اثنين خلفت فيكم كتاب الله وعطرتي أهل بيتي ماذا فعلتم بهما يقولون لأما الكتاب خلفناه خلف ظهورنا وأما العطرة أبدناهم من جديد الأرض طيب إذا شو نعلارت بكم شو الموضوع يعني المرء يحفظ في ولدة يحفظ في وصيته هذه وصيت اللي أنا بينكم تركت بين ظهرانيكم كتاب الله وعطرتي هسا احنا لعطرة الطاهرة ما أردى تجاوز حجمي وأقول والله لو ظهر الإمام سلام الله عليه اليوم لو أذن الله بظهور الإمام يقتل ويهدى رأسه إلى الصلاطين وفق هذه الملابسات اللي تشوفها بس نأخذ القرآن القرآن الكريم يقول أنا خلفت فيكم كتاب الله نقدر نجاوب ونقول إحنا عملنا بمضامين القرآن بأنبي أنا الله سأخذنا الصاف ونتحاجة صحيح نوقف وقف مع النبي صلى الله عليه وآله خلف فينا كتاب الله وهو ما بين الكتاب الموجود ما بين الدفتين عملنا بمضامين القرآن القرآن يسيح ولا يغتب بعضكم بعضا وإحنا 24 ساعة ما جالسنا عامرة بالغيبة القرآن الكريم سيحل الله البيع وحرام الرباء ودرهم من رباء أعظم عند الله من ست وثلاثين زنية ونحن في أمة الإسلام في بلدان المسلمين في محافظات المسلمين مكاتب المرابين مفتوحة قائمة على قدم وساق وهتكت بسببها أعراض وبيعت أموال ودور سكنية وأخرجت ناس أقصيت من مساكنها بسبب إيفاء أدكم بالسوق لو ما أدكم أدكم مرابين يروح يعالج لمريض يأخذ لخمسة آلاف دولار يجي يدفع عليهم يبيع بيتها بعدين يلا يسف فيهم خمسة آلاف دولار خمسين ورقة يسيرا خمس دفاتر خمسين دفتر حسب المزاج كل واحد يفتح له مكتب ونحن نحترمه ونمشي وياه وذا تصير فاتحا نزوره وذا تصير عندنا مناسبة لعزمة وهو مرابي يأكل من الحرام يأكل من السحط يأكل من الحشيشة يأكل من الرشوة يأكل من المال الحرام وإحنا نجل ونحترمه وذا دخل المجلس نحترمه أكثر من الفقير الإنسان المتواضع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس جلسة العبد يؤاكل الفقراء يؤاكل من بهم الجذام يدخل عليه رجل من سمع قال أيكم محمد بربك الآن إذا واحد خمس تنفار ورا يمشون مو تشوف فمبين هذا عنده عنتي له عنده منصب له عنده شخصية مو مكانه مميز بالمجلس مو تشادر ينكسر عليه كل مال الفاتحة ويخرب حتى نطلع نستقبله وهو نعرفه إحنا من قرن إلى قدمه فاسد يدخل واحد على عظيم الإنسانية للمجلس يباوع يريد يشوف فدميزة حتى يعرف منها محمد عندهم خاد اثنين مننا ومن الناس سموها وسائد عنده مكان مميز عنده شيء لحال حال الناس بحيث التفت يبني إزرى الرجال صاحيكم محمد قالوا له هذا واحد من عامة الناس مو هالشكل فلما أشار أشاروا إليه يقول الرجل من شاف باوع ارتعد مقام النبي كبير في نفسه التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هون عليك أنا ابن امرأة تأكل القديد من قريش شوف شوف الفرق وين تدري الفرق وين الفرق بالمعركة شكان يقول بمعركة بدر تذكر أخاف يعني عبالكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقين بهذه فيلم الرسالة تشوفوه النبي ما موجود عنده عريش يعني غرفة قيادة لا لا ما عنده غرفة قيادة لكن هذه غرفة القيادة من مفتعلات بصمات البلاط الحاكم لأنه أكو كانوا قادة الآن يسموهم كانوا من هزمين نفوسهم بالخلب فشون يحطوهم؟ قالوا خلوهم غرفة القيادة يعني النبي قال النبي في مقدمة الخيل في أول الخيل وكانت عرجوزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب وعلي بن أبي طالب أشجع من عليها بعد النبي يقول إذا حمي القتال واشتد الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله وكلكم تعلمون كسرة الربائية وشجة الجبهة وسقط من على جواده وهو جريح مثخن بالجراحات بمعركة أحد حتى نادى المنادي قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبث روح الهزيمة في نفوس المسلمين ونزل القرآن الكريم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا هذا الرجل باوى الفرق وين هذا من إجا الرجل سأل أيكم محمد ودلوه وأرشدوه على رسول الله وارتعد شنو قال قال أنا ابن عبد المطلب لا قال له هون عليك أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد يعني تأكل حنطة وخبز وياكم ابن مرة يعني هذا من يقول أنا ابن عبد المطلب وهو مرتعد يرتعد أكثر حتى يتواضع حتى يتنزل للفقراء ولذلك القرآن الكريم يقول له ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك وإحنا نتلقيه لك واحد بالشارع بدون ما تعرفه بدون ما تعرفه تعرف عنده أموال تعرف أده منصب ليش من نفسه وجه ناشف سلام ما يرد ينظر إلى الناس باستعلاء يتكبر على حسينة باللهجة العامية يتنفس من خاصرته والعياد بالله كأنما يحارب الله تبارك وتعالى لأنه عندها إمكانية هذا الخلق العالي القرآن الكريم يقول له وإنك لعلى خلق عظيم إذن الدين مو هي صلاة وصوم سأقول لي أنت من الصلاة وصوم يعني أقول لك لا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدها يعني أنا من أقول إياك نعبد من أقعد بالمشكلة اللي تصير ونصير عندنا مشاكل ونصير عندنا مشاكل على توافه على توافه يعني مو مشاكل تسوأ من نقعد على مشاكل نرجع للدين نرجع للمرجعية الدينية نرجع لوكيل المرجعية نرجع للمعتمدين والموجودين الآن اللي يملون الآفاق اللي يحفظهم ويمثلون المرجعية ويعتبرون الخط التواصل ما بينكم بين المرجعية أرجوك مشاكلنا العشائرية الآن الردها للدين دخل واحد على الحجاج والله عندنا مواقف حتى الحجاج يجوز شوية عنده مواقف نبل الحجاج دخل علي واحد قال له من أنت قال له أنا فلان قال له الحمد لله شدت دورك بسا ملقيتك بالقاع أنا أطلب أخوك أخوكم طلبة دهم لازم يقتل وحصناك قال له أنا عندي سك براء أيها الأمير قال له من من الخليفة قال له والله مو من الخليفة أن هذا القرآن يقول رب الخليفة ولا تزر وزرته وزرته أخرى إحنا إذا صار قتل واحد يتهجرون فدعشر عوائل يتيهون بالمزارع أولادهم يبطلون من المدارس والموظف يترك وظيفته والبيوت تحترك والأراضي الزراعية تعطل مو هذه قوانيننا الاجتماعية المقيتة أين هذه من سلوكيات محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن يحتاجنا مراجعة مع النبي أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا من أوقف بالصلاة وأقول إياك نعبد تفترض أن تكون العبادة وهي الطاعة بمضمونها العالي لله تبارك وتعالى وأكبح جماح الكبرياء والأنفة والمواريث الاجتماعية المقيتة وما ينسجم مع الدين أخذ هذا الموقف وما يتعارض مع الدين شوف أنا أقول لك ليش هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحظات الأخيرة قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وإترته ليش؟ لأنه إذا افترقوا الإترة عن القرآن القرآن يعطل ما حد يقدر يشتغل به مصاديق القرآن وين تلقيها؟ تلقيها الجعفار جعفار يقرأ القرآن لكن قراءة عبد الملك بن مروان من وصلة الخلافة قال لهذا فراق بيني وبينك ولذلك إنتم لاحظة أكو عبارة في دعاء ختمة القرآن ما تقول؟ تقول اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا ليش علينا؟ لأن يوم القيامة كل إحلانة حاسب يقول لي هذا القرآن الكريم ما ليسمعك وبصرك وخاتمك كم من ربشها الرمضان وتقرأ آيات قرآنية وتسمعها وانت فايت بالطريق الآية بس ما تأخذ من بالك الآية تصيح وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة وأنا أنتسب لأمة محمد بس إحادي شيني واحد احشايا راحتي لقوام العصر قالوا معايني اليوم قلت هالشكل ماكو مغفرات ماكو رحمة ماكو خلق عالي نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا واحد فاديوم من الأيام دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جذبه حتى أثر حبل الرداء بعنقه الشريف وهو يقول اعدل يا محمد فالمال ليس لك ولا لأبيك ربك التاسة تقدر تقول مقام سوك الشوخشي؟ تقدر تقول محافظة الناصرية شكل؟ تقدر تقول يا أنا جعفر هذا القاصر أمامك شكل؟ من يتحمل بيننا هذا الحجي؟ عظيم الإنسانية سيد ولد آدم أشرف المخلوقات بلا منازع الله يسيح يقول له يا أحمد لو لاك ما خلقت الأفلاك يعني هو علة الوجود ويقول له اعدل يا محمد فالمال ليس لك ولا لأبيك قال إن لم أعدل أنا فمن يعدل إذن خسرت الصفقة إذا أنا معادل شام منه اللي يعدل لكن يعني ويبتسم طبعا يبتسم مو تتوقع متنرفيز مو تتوقع يدي ودي لأقوامه مو تصوره راح يقول للعلي بن عبي طالب قصره سأله ويقطع لسانه يبتسم يقول له أنا أعطيك والمال ليس مالي المال مال الله أنتم عباد الله وإلكم والتفت لأصحابه قالهم عدة بعيرين حملوا بعير شعير وحمله بعير تمر لكن أنا أطلبك قصاص تعرفون دية يعني متأثرت برقبتي أنا أطلبك دية قصاص أنه أقودك بهذا الموضوع قال لا ليس لك علي ذلك تدري ليش تدري ليش ضال يفتهم هذا قال ليش قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة تموم ثن فتبسم النبي صلى الله عليه وآله يعرفوه لا تقابل السيئة بالسيئة هذا الخلق العالي نحن مطالبون بهذه الأخلاق نحن مو ننتمي أنا أوقف بالصلاة أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله محمد الصادق الأمين وأنا أكذب محمد الصادق الأمين وأنا لا أؤتمن لا أؤتمن على مال عام ولا على مال خاص شكذر جايناك أدنى أمانة الآن أدنى صدق تعال شوف هذه العلاقات هاي علاقات التواصل الاجتماعي هذا البلاء الأسود هذا الفيسبوك اللي صار بلل اللي هو تشيل الدولة كلها تلغي وهي أفضل لأن الدول المتحضرة مستفيدة منه احنا بمجرد تشهير تسقيط كذب جنود ألكترونية مشتغلة ليل ونهار تريد السقط فلان الليل كلها جنود الأكترونية تجيب صوت هذا تقطع أصوات وإحناها ما شاء الله بس ينزل المقطع نصدق نتفاعله نطي مشاركة يا بط يا مجال زفتش يعني المثال للحصر قبل يومين ثلاث أنا شوفوني منشور منشور يحمل صورتي واسمي والكلام مو إلي بيني بين الله ناسا على منبر اليوم استشهاد النبي والله مو إلي الكلام ولا أدري به زي طيب يا أخي تدري تنشر أنشر باسمك أنت خلي صورتك واسمك ونشر أنت تخاف من النتائج خلي صورة وهمية خلي اسم وهمي 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 مو اسم صحيح وشخصية معروفة اجتماعية وتكتب فلان ابن فلان والصفحة تسوي لي صفحة باسمي بشي غير أكو دين أنت يسأل اليوم بالدنيا ما عارفك بس يوم الآخرة بالآخرة أخاصمك لو ما خاصمك يضيح على الله تبارك وتعالى ونعلم ما توسس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يا سيدي هذا كذب يا سيدي هذه فرية وكم نفتري على الناس وكم نكتب على الناس ومو بس على جعفر القاصر الكذب مراجع كبار مرجعية عليا ما تسلم من الكلام بالتواصل والفيسبوك وغيره هذه أمة الإسلام أمة الإسلام نبي الإسلام نبي الأخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن يشير إلى بعض الضوابط أو المميزات للأنبياء ويشير لرسول الله بالخلق العالي وإنك لعلى خلق عظيم ومن أبرز ميزات الخلق النبوي الشريف هي الرحمة الموجودة في نفس محمد صلى الله عليه وآله لو جزء لو نطبق جزء من هذه يعني جزء من رحمة النبي صلى الله عليه وآله كان ندخل الجنة وما يصير نسخة طبق الأصل مننا لكن جزء من رحمة رسول الله تذرين نبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعركة أحد لما قتل سبعون من أصحابه وفي مقدمتهم حمزة سلام الله عليه أكو ناس أدها نقطة ضعف هل سمو فوايا عندنا ناس من يصير مشاكل يسل واحد يطبع الخط يشحن يشحن حقد يحرك اشتك عليهم روح اكتب عليهم ارهاب خليزيلون كذا عنده علاقات بالشرطة بالداخلية للضغط لسحب الاعترافات حتى وإن تكون خطأ هذا واحد عنده مشكلة عقدة من قريش اجي للنبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله ادعوا على قريش ليستأصل شعفتهم منهم قريش اللهم عليك بقريش ما اوذي نبي كما اوذيت من اللي آذى قريش لهم قريش تدريش يقول للنبي صلى الله عليه وآله يقول له اسكت خوشيت انا اكون لعانا لكل نبي دعوة مستجابة وادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة ما ريد ادعوا على الناس لكل نبي دعوة مستجابة واتتدرون نوح سلام الله عليه مو دعا دعاء استئصال مو لا تدر على الارض من الكافرين ديارة موسى بن عمران يا ارض بالعقارون وهذا مو انتقاص منهم معاذ الله نقول بعصمتهم نجلهم نقدسهم كلهم عن بياء الله لكن اكو مواقف مرت بيهم اضطرتهم الى ان يدعون نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما عرج به الى السماء لقل امام السجاد انا ابن من بلغ به جبرائيل صدرة المنتهى وصل المنتهى شنو يعني نهاية الصلاحيات بعد ما يتجاوزها مخلوق لما وصل الى هناك تراجع عنه جبرائيل التفت اليه قال اخي جبرائيل تاخذني عند الشدائد قال يا رسول الله انا لا اخذلك ولكني لو في انقرأ وانت اليوم ضيفنا وبجوار الله سل يا محمد قال اللهم انا لا اسألك امنا التي ولدتني ولا اسألك خديجة التي اوتني ولا اسألك حليما التي ارضعتني انا اسألك امتي امتي الله ام سل ام سل على محمد وعالمه قال يا محمد انت نبي شريف وانا رب لطيف وامتك خلق ضعيف وما ضاع ضعيف بين لطيف وشريف وعزتي لاجعلن القيامة قسمين قسم لك تنادي امتي امتي وقسم لي انادي رحمتي رحمتي ولذلك يسمون نبي الرحمة ويسمون الامة المرحومة كل الانبياء تعرضوا الى عذاب كل الانبياء تعرضوا الى امم الانبياء تعرضت الى عذاب والى استئصال والى من يوصل اياهم مبلغ الكفر يوصل الى نتيجة معينة يوصل بهم النتيجة ان ينزل عليهم العذاب خليك وياي العذاب من نزل على قوم لوط على ذنب مو معروف من نزل على قوم شعيب بالميزان مو ويلل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون نزل على قوم صالح على عقرناقة الذنوب ارجع للتاريخ اقرأ انا ادري اكو ثقافة بسوق الشيوخ اكو معرفة ارجع ثقافتك واقرأ والطلع ابتقافتك وشوف اكو ذنب ما اقترفت هذه الامة من ذنوب الامم السابقة شنو اللي ما سوينا انت تدري اكو معلومات كبيرة بس ما خفية كان اعظم لدائي الامة الاسلامية اللي تنتمي لرسول الله وانتو جوز واصلكم من هطفار مو كل الجرائم اللي ببالك وبذهنك وسوتها الامم صارت بها الامة ليش الله ما ينزل العذاب عليها يعني اخو شوادم احنا على زاز عباد الليل كانوا قليلا من الليل ما الا وحقك والله كل تأجيل العذاب علينا اكراما لمحمد وما كنا معذبين حتى الامواد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كلها على حساب النبي ولذلك سمي نبي الرحمة وسميت هذه الامة بالامة المرحومة الآن باختصار الحديث يحتاج لنا وقفة مع سلوكياتنا أو لا نحتاج مراجعة لو ما نحتاج احنا ما نريد نقعد اليوم انه سمعنا مأتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى الموضوع أو ننتظر عود السنة الجاية يصير مثل هذا المأتم ونجن اسمع لا يا سيدي من تساوى يوماه فهو مغبون لازم باشر يكون افضل من اليوم بالتزام وديني وورعي وتقواي وانضباطي مع النبي صلى الله عليه وآله انا اروح للنبي اروح للمعصومة قل لا اشهد انك تسمع كلامي وترى مقامي وقادر على رد جوابي ادن فكرة ان اعمالنا تعرض على النبي لا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون من المؤمنون اللي يشوفوا المؤمنون امام الحجة عجل الله فرجه الشريف تعرض على امام الزمان وتعرض اعمال الامة على النبي صلى الله عليه وآله اكون يقولون عدو واحد هذه موجودة انا سماعتها حقيقة من بيوتات العلماء يقولون في النجف الاشرف في يوم من الايام فرج واحد نشال مو اقو نشال يبوقون بالكعبة الشريفة بالكربلاء بالنجف اكو ناس مهنتها السرقة يعني اكو ناس تدري تروح للحج بالموسم حتى تبوق يعني ما بيش كل واحد شغلة هذا يقولون عنا سارق كان فرج يوم نشال بحرم الامام عليه سلام الله عليه بأقل من واحد من الزوار ساعة الساعة كانت مو متلهزة متوفرة بكثرة يعني كل نادرة شوية نص نهار رجعها هذا موجود الزاير رجعها سيلون جماعة نقابت هؤلاء نشال هم نقابة ولا زالت ترى لا يخلو منهم بلد بس الحمد لله ساخد ودي كل رسم يقو بعض نشال يعني وضعهم اصبح يعني المهم فسيلون قالوا ليش رجعتها وهاي ساعة ثمين شي قالوا مو هذا طلع المشكلة طلع نصراني مسيحي قالوا بعد أحسن تحتم الشيعة تبوك يعني يعني قالوا إذا نصراني قالوا لا النصراني يختلف الشيعة أبوك مثل النصراني يختلف قالوا ليش قالوا لأن النصران يوم القيامة يروح النبي يروح عيسى من مريم وعيسى يجي على رؤوس الأشهاد يجي لنبينا محمد صلى الله ويخجل وانا ما رد حرج النبي أمام بالموقف أمام عيسى على هذا والله مع افتراض صحة الرواية بناء على صحة الرواية والله هذا الرجل محترم يقف بحدود أنه يحرص على سمعة النبي صلى الله عليه وآله يا سيدي والله احنا أحيانا أدنى شغلات وسلوكيات مو يمن نبي بشيء والله أعتقد النبي مو بسعات ابني وبخنا على فعل بعض الأعمال اللي تصدر من عدنا وما بها مصلحة يا ريت هم ما قل ضغط غريزي ضغط أموال حصل تفريد شيء أرجوك يعني الآن من يصيرون عدنا فواتح تصير عدنا فواتح ويموتون ثلاثة أربعة إجا يركض وطاحت بني تقتل خمسة ستة لهم تقتل ليش ما تمتعون الرمي الله محرمة والنبي محرمة والمرجعية محرمة هدر للأموال تعريض النا إذن نحتاج وقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنراجع أنفسنا في هذا اليوم أين نحن منك يا محمد هل نحن صادقون عندما نقول أشهد أن محمد رسول الله بخمس صلوات يوميا لأكبون بعيد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وإلا وحقك ترماشي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا ولذلك مصادق القرآن مؤنوياك مصادق القرآن المحمد فقط نزل في بيوتهم وهم اللي تأخلموا مع أجواء القرآن الكريم مثل هذا اللي فد يوم من الأيام بالكعبة الشريفة وإجا واحد قال لها عمي أنا محصور والمنصور الحادثة طويلة والمنصور العباسي حاصرني وأنا أريد تطلعني أنت وتكفرني أنا أشوف بيك إمكاني يقول لي حاصرك التمنو قال لها أنا محمد بن عشان بن عبد الملك قال لها حياك طلع بكفالت وداخ الرجل الأمان قال لها أنت اطيتني الأمان وطيتني عمر جديد التمنو قال لها أنا محمد بن زيد اللي أبوك أحرق جثة أبوي بالكوفة العجيب صدوك يعني أنا أبوي أحرق جثة أبوك بالكوفة وطلعني بأمان وما تأخذني المنصور وتقل له قتله وإحنا هسذا ما لقينا القاتل نكتل بنعمة ونكتل بنخالة ونكتل قرائبة ونهجر يا سيدي مو والله إن راد إن مراجعة إن راد إن وقفة وإلا سنحرج يوم القيامة أمام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأننا القرآن وضعناه خلف ظوين والسنن أميتت وظهرت البدع وما أكثر البدع في هذا اليوم وأما السنن النبوية الشريفة فإنها أميتت علينا مراجعة لإحياء السنة وإماتة البدع والتعمق بفكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتأثر بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عاش فقيرا ومات فقيرا وهو يملك الدنيا برمتها يهبط عليه جبرايل يقول يا محمد هذه مفاتيح كنوز الأرض ولو شئت لسيرت معك جبال طعامة ذهبا وفضة على ألا ينقصك من حضك يوم القيامة قال وما بعد ذلك قال الموت قال إذا دعني أموت يوم وأشبع آخر وإذا يعني إذا غني أموت وإذا فقير أموت إذا صحيح أموت وإذا مريض أموت إنما الدنيا عوار مسترد شدة شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تجي يقول لبابا أنا أريد خادمة تخدمني خادمة تعاوني على شؤون البيت حتى أتفرغ لعبادتي قال تعجلوا يا آل محمد مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة أنا راح أطيج فرد تحفة تعوضج عن بقية العبادات فأتحفها بالتسبيحة فاطمة الزهراء هذا اللي الآن يقول عنها الإمام الصادق نحن نأمر صبياننا بتسبيحة فاطمة كما نأمرهم بالصلاة والإمام الباقر سلام الله عليه يقول ما عبد الله بشيء من التمجيد كما عبد بتسبيحة فاطمة الزهراء سلام الله عليها يقول لا ماكو خادمة تعجلوا يا آل محمد مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة وعاش بنبوته ثلاثة وعشرين عام يأكل يوما يشبع يوما ويجوح آخر غاية بالتواضع غاية بالتكافل الاجتماعي ما في يوم من الأيام محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضي لأصحابه أن يعظموه كما يعظم الناس ملوكهم في الأعاجم وفي غيرهم وإنما كان يعيش عبدا وطاعة لله تبارك وتعالى بحيث صلى حتى ورم القدم وانتفخ الساقان قيل له في ذلك يا رسول الله ما هذا الإجهاد عندك رسالة وعندك وظيفة وعندك هذا وصليت حتى ورم القدم وعن تغفر الله لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر يلتفت إليهم يقولهم ألا ينبغي أن أكون عبدا شكورا داع حظي لا إخواني دعنا نتفاعل مع ما يقول النبي ألا ينبغي أن أكون عبدا شكورا نحن هسنش وقت ندعو ندعو وقت الشدة بس وقت الشدة اللي مترهين احنا ما نحتاج الدعاء بينما القرآن الكريم شو يقول وزكريا إذنا دا رب ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه ليش ليش إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رهبة ورغبة يعني يدعونا بالشدة وبالرخاء ليش احنا من نكون مترهين إنه أمورنا زينة ما نتوجه للدعاء صدقني أكون أمط من الناس يقعد بمأتم لا يسمع الموضوع لا يتفاعل مع المصيبة ولا يرفع عيدة بالدعاء كلهم مو محتاجين مو يمهن أموره زينة لكن والله إذا راح للطبيب وأخذ للسونار وقل لها الدكورما خبيثة يربط روحه بالمنبر هنا يربط نفسه ليش يدعوننا رغبة ورهبة المفروض بالشدة وبالرخاء نتوجه إلى الله تبارك وتعالى نستحضر قيم السماء حتى نؤكد على تلك العلاقة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فجئنا به في مثل هذا اليوم ولم نفجع بأحد مثله لأنه انقطع بموته ما لم ينقطع بموت غيره انقطع الوحي وبهذه اللحظات ننقل لكم الأحداث الأخيرة الساخنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قال الراوي لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وآله قال يا بلال هلما علي بالناس في المسجد فاجتمع الناس فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله متعصبا بعمامته متوكئا على قوسه حتى صعد المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال معاشر الناس أي نبي كنت لكم ألم أجاهد بين أظهركم المعاشر الناس ألم تكسر رباعيتي ألم يعفر جبيني ألم تسل الدماغ على حري وجهي حتى خضبت لحيتي ألم أكابد الشدة والجهد والجهد من جهال قومي ألم أربط حجر المجاعة على بطني قالوا بلى يا رسول الله لقد أبليتي وكنت لله صابرا وعن المنكر ناهيا فجزاك الله أفضل الجزاء قال صلى الله عليه وآله وأنتم فجزاكم الله خيرا ثم قال صلى الله عليه وآله أرجوكم ما يسمعوها تفعلوا بها بكل مشاعركم مو بس الإذن تسمع أريد كلها كلها تصل السمع إلى القلوب اسمعوها الحادثة ثم قال صلى الله عليه وآله أيها الناس إن ربي حكم وأقسم ألا يجوزه ظلمي ظلم ظالم ولا يعفو عن قصاصي مظلوم فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد تبعة أو مظلمة فليقتص من فإن القصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء فقام إليه رجل يقال له سواده فقال فداك أبي وأمي يا رسول الله لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضبى وبيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب تريد الناقة فأصاب بطني فلا أدري عمداً أم خطأ فقال صلى الله عليه وآله معاذ الله أنا أكون تعمدت ذلك ثم قال يا بلال قم واذهب إلى منزل فاطمة وأتني بالقضيب الممشوق فخرج بلال وهو ينادي في شوارع المدينة أيها الناس من الذي يعطي القصاص من نفسه في الدنيا قبل يوم القيامة فهذا محمد يعطي القصاص من نفسه ثم مضى إلى منزل فاطمة عليها السلام وقال يا فاطمة تناولين القضيب الممشوق فإن رسول الله صلى الله عليه وآله يريده فصاحت فاطمة وهل هذا وقت قضيب قال بلال يا فاطمة أما علمتي أن أباك قد صعد المنبر وهو يودع أهل الدين والدنيا فصاحت فاطمة سلام الله عليها وغماه لغمك يا أبتا من للفقراء والمساكين وابن السبيل يا حبيب الله وحبيب القلوب يعني تقول له أبويا أنت ستريد تط القصاص تعال شوف ظهور الأمة ستلتهي بظهور الأبرياء بالصياط من بعدك راح ينزل الظلوم أنت تشوف هساش قد أكو ظلام فالعشر وخمسطعش سنة أكفض يوم ظالم وقف بمنصة بتلفزيون وقال نرجو المعذرة أخذنا منكم أكلنا منكم أخذنا حقوقكم ما وفينا شيء هذا محمد وهذا سلوك محمد يقف على المنبر حتى أوروبا الآن اللي تتمشق تتمشدق بالديمقراطية ما وصلت لهذا المرتبة ووقف رئيس أوروبي وقال من كان له عندي مظلمة فليقم وليغتص قبل ألف وأربعمائة سنعايشة الدنيا في دياجير التخلف والجهل والضلال ويقف معلم الإنسانية الأول سلام الله عليه صلى الله عليه وآله فصاحت فاطمة وغماه لغمك يا أبتا من للفقراء والمساكين ثم ناولت بلالا القضيب فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعاله فقال النبي أين الشيخ قال ها أنا دعا فتقدم إليه فناوله القضيب وقال قم واقتص مني حتى ترضى فقال الشيخ اكشف لي عن بطنك ففعل صلى الله عليه وآله فقال الرجل بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على موضع القصاص من بطنك فأذني له النبي صلى الله عليه وآله فوضع فمه على موضع القصاص وهو يقول أعود بموضع القصاص من بطن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا سواد أتعفو أم تقتص قال بل أعفو يا رسول الله فرفع يديه وهو على المنبر وقال اللهم أعفو عن سواد بن قيس كما عفا عن نبيك محمد ثم نزل عن المنبر ودخل بيت أمي سلم وهو يقول ربي سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب فقالت أم سلم يا رسول الله ما لي أراك مغموما متغيرا لون فقال لها لقد نعيت إلي نفسي الساعة فسلام لك مني في الدنيا فلا تسمعي بعد هذا اليوم صوت محمد فقالت أم سلم وحزنا عليك حزنا لا تدركه الندام يا محمد ثم قال ادعو لي حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة ثم أغمي علي فجاءت فاطمة وهي تقول نفسي لنفسك الفدا ووجهي لوجهك الوقا يا أبتاه ألا تكلمني كلمة فإني أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا ففتحي عيني وقال نعم يا بني إني مفارقك فسلام عليك مني ثم أغمي علي بجت من سمعة أم الحسن وحسين والدمعتها من القامة من العين تقل لنور حتب يا بعدوي أنا أشوفك يا الصعب فقدك علي ودخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وآله عند حلول صلاة الصبح وهو مغمور بالمرض وبلال يقول الصلاة الصلاة فقالت عائشة مروا أبابك وقالت حفصة مروا عمر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله حرصيهما على تقديم أبويهما وهو حي فقال كففني ثم قام مبادرا وقد أمر وقام مبادرا خوفا من تقدم أحد الرجلين وقد أمرهما بالخروج مع جيش أسامة وعلم أنهما متأخران عن أمره فخرج وهو لا يستقل على الأرض فأخذ بيد علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فاعتمد عليهما ورجله يخطاني في الأرض من الضعف فلما خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب فأومأ إليه بيده أن يتأخر وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وكبره وصلى بالناس فلما أتم صلاته صغف إلى منزله واستدعى أبا بكر وعمر وجماعة ممن خضر المسجد من المسلمين ثم قال ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة فقالوا بلى يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله فلماذا تأخرتم عن أمري قال أبو بكر أني كنت قد خرجت ثم رجعت لأجد بك عهدا وقال عمر إني لم أخرج لأني لم أحب أن أسأل الركبان عنك فقال صلى الله عليه وآله نفذوا جيش أسامة ثلاث مرات لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ثم أغمي عليه من التحب ولما أفاق نظر إليهم ثم قال اتوني بدوات وكت لأكتب لكم كتابا لن تظلوا بعده أبدا ثم أغمي عليه فقام بعض من حضر يلتمس دواتا فقال له عمر أرجع قد غلب عليه الوجع فإنه يهجر وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل المجلس واختصموا فمنهم من يقول قربوا منه الدوات ليكتب لكم رسول الله ومنهم من يقول القول ما قال عمر فلما أفاقي قال بعضهم ألا نأتيك بدوات وكتف فقال أبعد الذي قلتم إني لأراكم تختلفون وأنا حي فكيف بعد موتي قوموا عني لا ينبغي عند نبي النزاع وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا وكان ابن عباس يقول الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لنا ذلك ثم قال أدعو لي علي بن أبي طالب فالتفت إليه وقال انطلق بي إلى فاطمة فجاء به حتى وضع رأسه في حجرها فإذا الحسن والحسين يبكيران ويصطرخان وهما يقولان أنفسنا لنفسك الفدا ووجوهنا لوجهك الوقا ثم أخذ بيدي فاطمة ووضعها على صدره طويلة وأخذ بيد علي أيضا فأراد الكلام فخنقته العبر فلم يقدر على الكلام فبكت فاطمة بكاء شديدا وقالت وكرباه يا أبتا فقال صلى الله عليه وآله بضعيف صوته لا كرب على أبيك بعد اليوم فقالت يا رسول الله قد قطعت قلبي وأحرقتك بديل بكائك يا سيد النبي من لولدي بعدك ومن لابنتك حين ينزل بأذل بعدك ومن لعلي أخيك ناصر الدين ومن لوحي الله وأمره ثم أكبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وأكب علي والحسن والحسين وارتفعت أصواتهم بالبكاء فرفع النبي رأسه وعمرهم بالصابر وسكنهم من الجزع والبكاء ويد فاطمة في يده فوضع في يد علي وقال يا أبا الحسن هذه وديعة الله ورسول محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل يا علي هذه والله سيدة أهل الجنة من الأولين والآخرين ولذلك بوفاة الزهرة سلام الله عليها لما وراها التراب التفت علي إلى قبر رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله وعلى صفيتك النازل بجوارك والسريعة اللي حاق بك فأحفه السؤال يقول يا رسول الله سألها مؤمنة أمانة عندي اسألها ردة الأمانة استرجعت الوديعة لكن استرجعت موسى المكما اتفقنا كثيرة الضيلة محمرة العين منهدة الركون معصبة الرأس يقول لها سألها فأحفيها السؤال فستخبرك كيف تضافرت الأمة على هضمها وبلسان الحال كأنها تقف أمام النبي تقول لها أبو يا أمر على عبد ضربني أبو يا أمر على عبد ضربني ومن ضربة لليا عذابني أبو يا من الناس ما واحد حشامني ولن كسر يل بولا رحامني وعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي وملائكة يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن هتكي حرمتها وويل لمن أحرق بابها وويل لمن آذى حليلها وويل لمن شاقها وبارزها اللهم إني بريء منهم وهم مني براء ثم يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بلت دموع لحيته فقيل له يا رسول الله ما يبكيك فقال أبكي لذريتي وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي كأني بفاطمة بنتي وقد ظلمت بعدي وكوهية نادي يا أبتا فلا يعينها أحد من أمتي فسمعت ذلك فاطمة فبكت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تبكي يا بني فقالت لست أبكي لما يصنع بي بع من بعدك ولكني أبكي لفراقك يا رسول الله أبو إبراهيم من قربة مني تظل دير عين على هدبيت أو بهم صارت الهادي وصيت وعليها شحى على الزهر الزجي ثم دخل عليه أصحابه وازدحموا عنده قالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيها الناس يوشكوان أقبض قبضا سريعا ألا وإني مخلف فيكم كتاب الله وإترتي أهل بيتي ثم أخذ بيد علي عليه السلام فرفعها وهو يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي خليفة لا يفترقان حتى يرد علي الحاوض ثم قال يا علي أجلسني فأجلسه وأسنده إلى صدره وإن رأسه ليثقى الضعفا وهو يقول ويسمع الناس ويسمع أهل بيته إن أخي ووصي ووزيري وخليفتي في أهلي علي بن أبي طالب يقضي ديني وينجز موعدي يا بني حاشم ويا بني عبد المطلب لا تبغضوا علي ولا تخالفوا أمره فتضلوا ولا تحسدوه وترغبوا عنه فتكفروا معاشر النعاز فاسمعوا فاسمعوا وليبلغ الغائب من حضر ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي ومن هتكها فقد هتك إحجاب الله ثم أغمي عليه من التعب فمكثيه نيئة مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه وولده وجميع من حضر ثم أخرج من كان في البيت ودعا بعلي وفاطمة والحسن والحسين فقال صلى الله عليه وآله يا علي اعلم إن جبرئيل وميكائيل فيما بيني وبينك وهما حاضران ومعهما الملائكة المقربون وأنا أشهدهم عليك فيما أوصيك وما آمرك به عن الله وأشهدهم على جميع ذلك ثم قال يا أبا الحسن أوصيك بموالاة من والى الله وبالبراءة لمن عاد الله وأوصيك بالصبر وكظم الغيظ على أشياء أوصيك بموالاة من والى الله ورسوله وبالبراءة من عاد الله ورسوله وأوصيك بالصبر وكظم الغيظ على أشياء وهي ذهابي حقك وغصبي خمسك وانتهاك حرمتك ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وعاله إلى فاطمة عليها السلام وقال يا بنتاه أنت المظلومة بعدي والمستضعفة بعدي فمن غاضك فقد غاضني ومن سرك فقد سرني ومن جفاك فقد جفاني ومن وصلك فقد وصلني ومن قطعك فقد قطعني لأنك مني وأنا منك وأنت بضعة مني وروح التي بيني جنبي يا فاطمة لا أرضى حتى ترضين ثم والله لا أرضى حتى ترضين ثم لا والله لا أرضى حتى ترضين يا بني أشكو إلى الله ظالميك من أمتي ولكن بني توكدي على الله واصبريك ما صبر آباؤك ثم ينظر إلى الحسن عليه السلام وقال أما أنت يا أبا محمد فتقتل مسموم فلعنة الله على من يقتلك وعليك بالصابر ثم ينظر إلى الحسين عليه السلام وهو يقول أما أنت يا أبا عبد الله فتقتل عطشان الغريب فلعنة الله على من يقتلك ثم يقال الله خليفتي عليكم وهو خير خليفة ورفعي بطرفي إلى السماء وهو يستعبر وقال اللهم وأهل بيتي وأنا مستودعهم إليك وكل مؤمن فألقت فاطمة سلام الله عليها بنفسها على صدر النبي صلى الله عليه وآله وجعلت تبكي فقال النبي بني لا تبكي فقد بكى لبكائك عرش الله وما حوله من الملائكة والسماوات والأرضين يا بنتا إن أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تنشري علي شعرا قال أمير المؤمنين صل عليه السلام لما تقل برسول الله المرض كان رأسه في حجري والبيت مبلوء من أصحابه من المهاجرين والأنصار والعباس بين يديه يذب عنه بطرف ردائه ورسول الله صلى الله عليه وآله يغمى عليه ساعة ويفيق أخرى فالتفتان علي عليه السلام وقال يا علي اقبل وصيتي وانجز مواعيدي وأدي ديني يا علي أخلفني في أهلي وبلغ عني من بعدي فقال علي عليه السلام فقال علي عليه السلام وجف فؤادي لقوله وألقي علي البكاء فلم أقدر أن أجيبه بشيء ثم عاد فقال يا علي أو تقبل وصيتي فقلت وقد خرقتني العبر ولم أقدر أن أبين نعم يا رسول الله ثم حمل فوضع على المنبر واجتمع له جميع أهل المدينة فوقف بينهم يخطب ساعة ويسكت لحظة وكان مما ذكر في خطبته معاشر المهاجنين والأنصار ومن حضرني في يومي هذا وساعتي هذه فليبلغ شاهدكم الغائب ألا قد خلفت فيكم كتاب الله فيه النور والهدى والبيان ما فرت الله فيه من شيء وخلفت فيكم العلم الأكبر العلم الأكبر ونور الهدى ووصي علي بن أبي طالب ألا هو حبل الله فاتصموا به جميعا ولا تفرقوا عنه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أيها الناس هذا علي بن أبي طالب كنز الله اليوم وما بعد اليوم من أحبه ووالاه اليوم وما بعد اليوم فقد أوفى بما عاهد الله عليه ومن عاداه اليوم وما بعد اليوم جاء يوم القيامة أعمى وأصام لا حجة له عند الله أيها الناس لا تأتوني غدا بالدنيا تزفونها زفا ويأتي أهل بيتي شعثا غفرا مغهورين مظلومين تسيل دماؤهم أمامكم ألا وإن هذا الأمر له أصحاب وآيات قد سماهم الله تعالى في كتابه وعرفتكم وبلغتكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون ولا ترجعني بعدي كفارا مرتدين متأولين للكتاب على غير معرفة وتبتدعون السن بالهوى لأن كل سنة وحدة وكلام خالف القرآن فهو زور وباطل القرآن إمام هدى وله قائد يهدي ويدعو إليه بالحكمة والموعظ الحسنة ولي الأمر بعدي ولي ووارث علمي وحكمتي وسري وعلانيتي وما ورثه النبيون من قبلي وأنا وارث ومورث فلا تكذبنكم أنفسكم أيها الناس الله الله في أهل بيتي فإنهم أركان الدين ومصابي حظ ظلم ومعدن العلم علي أخي ووارثي ووزيري وأميني والقائم بأمري والموفي بعهدي على سنتي أول الناس بإيمانا وآخرهم عهدا عهدا عند الموت وأوسطهم لقاء يوم القيامة فليبلغ شاهدكم غائبكم ألا ومن أم قوما إمامة عميا وفي الأمة من هو أعلم من فقد كفر ثم يرجع إلى داره وقال ومعه الناس فقال أيها الناس إني قد دعيت وإني مجيب دعوة الداعي وقد اشتقت إلى لقائي ربي واللحوق بإخواني من الأنبياء وإني أعلمكم أني أوصيت إلى وصي ولم أهملكم إهمال البهائم ولم أترك من أموركم شيئا فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله بما أوصى أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك قال نعم فقال له فبأمر الله أوصيت أم بأمرك فقال له اجلس يا عمر أوصيت بأمر الله وأمره طاعته وأوصيت بأمري وأمري طاعة الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى وصيي فقد عصاني ثم قال النبي لعلي يا علي من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب فالتفت إليه عمار بن عسر قال يا رسول الله فمن يغسلك منا إذا كان ذلك منك قال ذاك علي بن أبي طالب لأنه لا يهم بعض من أعضائي إلا أعانته الملائكة على ذلك فقال في داكابي وأمي يا رسول الله فمن يصلي عليك منا إذا كان ذلك منك فقال ما هي عمار ثم قال يا علي يا ابن أبي طالب إذا رأيت روحي فارقت جسدي فغسني وانقي غسلي غسلي وكفني في طمري في طمري هذين أو في بياضي مص ولا تغال في كفني واحملوني حل حتى تضعوني على شفير قبري وأول من يصلي علي الجبار جل جلاده من فوق عرشه ثم جبرئيل وميكائين وإسرافيل في جنود من الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل ثم الحافونين بالعرش ثم سكان السماء فسماء ثم يجل جل أهل بيتي ونساء العقربين فالعقربين يأمون إيماء ويسلمون يومون إيماء ويسلمون تسليما ولا يؤذونني بصوت نادبة ولا مرنة ولما دنت الوفاة أقبلت فاطمة سلام الله عليها وهي تبكي وتندب وألقت بنفسها عليه وكانت تقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل فأومأ إليها النبي صلى الله عليه وآله فدنت منه فأسر إليها شيئا تهلل وجهها فرحا فسئلت فاطمة فيما بعد فقالت إنه أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا بي وإنه لن تطول المدة من بعد حتى أدركه فسرّي ذلك عني ثم أذنى للنساء فدخلنا عليه ودعى الحسن والحسين فقبلهما وشمهما وجعله يترشفهما وعيناه تهملا أن دمعا فودعهم جميعا وهو يقول الله خليفتي عليكم وهو خير خليفة ثم أرسل لعلي والتفت إليه نظر إليه وتهلل وجهه وقال إلي إلي يا قرة عيني فما زال يجني حتى أجلسه عند رأسه فأكب علي فناجاه طويلة ثم قام وجلس ناحية ثم أنه بعد أن ناجى علي أغمي عليه ساعة فأخذت فاطمة بالبكاء والعويل وبكت الملائكة لبكائها ففتح النبي عينيه ومد يده وأخذ بيد فاطمة وضمها إلى صدره الشريف وهو يقول يا فاطمة والذي بعثني بالحق نبيا لقد حرمت الجنة على الخلائق حتى أدخلها وإنك لأول خلق الله يدخلها بعدي كاسية حالية ناعمة يا فاطمة هنيئا لكي والذي بعثني بالحق إنك لسيدة من يدخلها من النساء والذي بعثني بالحق إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا صعق فينادي المنادي يا جهنم يقول لك الجبار اسكني واستقري حتى تجوز فاطمة بنت محمد إلى الجنان لا يغشها قتر ولا دل قال الراوي ولما اشتد به الحال بكى بكاءا شديدا فقيل يا رسول الله أو تبكي من الموت وقد غفر الله لك ما تقدم منا بك وما تأخر فقال صلى الله عليه وعاله أين هول المطلع أين ضيق القبر أين ظلمت اللحد أين القيامة والأهوال اللهم نقسم عليك بنبيك المعصوم أن تهون علينا هذه المواطن ثم أغمي عليه فجاء الحسنان وهما يصيحان حتى وقعا على رسول الله صلى الله عليه وعاله فأراد علي أن ينحيهما عنه فأفاق رسول الله وقال يا علي دعني أشمهما ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني أما إنهما سيظلمان بعدي ويقتلان ظلما فلعنة الله على من يظلمهما ثم ينزل جبرايل وقال السلام عليك يا أبا القاسم فقال صلى الله عليه وعاله وعليك السلام يا جبرايل ادن مني فدنا مين فقال صلى الله عليه وعاله يا جبرايل عند الشداء اتخذ لا تخذلني وروي وروي أن جبرايل نزل على رسول الله صلى الله عليه وعاله بحنوط من الجنة فقسمه النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهم السلام ثم ينزل ملك الموت وأقبل حتى وقف بين يديه وهو يقول السلام عليك يا أحمد إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني إن عمرتني بقبض نفسك قبضتها وإن كرهت تركتها فقال النبي صلى الله عليه وعاله يا جبرايل فما الذي ترى فقد خيرني ربي بين لقائه والرجوع إلى الدنيا فقال جبرايل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى إن الله اشتاق إلى لقائك فقال يا ملك الموت أمضي لما أمرت به عظم الله لكم الأجر ثم يجلس جبرايل عن يمين رسول الله وميكايل عن يساره وملك الموت بين يديه وجعل يقبض روحه قبضة بعد قبضا فقال جبرايل يا ملك الموت احفظ وصية الله في روح محمد ثم مد النبي يدام إلى علي عليه السلام وقال ادنوا مني فقد جاء أمر ربي ثم يجذب علي تحت ثوبه ووضعفاه على فمه وجعل يناجيه مناجاتا طويلة عظم الله لكم الأجر ثم يمدد يديه وأسبل رجليه وفاضت روحه الطائره رحم الله من نادى ومحمده ونبيه رحم الله من نادى ومصيبته مات المصطفى وغمضت عين وظلت محش عقب المدين أكبر مصاب بهذه الأيام على فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تأخذ بيد الحسن والحسين وتذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكو إليه هضمها من بعده تشكو إليه الذل الذي نزل بساحتها من بعد رسول الله تقب على قبر الشريف بلسان الحالد تقول لها من غاب نورك يا ولينا أبويا من غاب نورك يا ولينا أبويا هجمة روايا الشرع لينا أبويا جاءنا الصهايك وشياطين أبديهم حطبهم جائلين بس هذا البيت الأخير يمكن يقلم كل غيور أدقل لأبويا من جعفني من جعفني لمش ريش بدين اشتو يا فاطمة مويا من جعفني لمش ريش بدين أبويا رادل وسطر عيني بيمين يا الله رسول الله صلى الله عليه وآله وان بحياته الزهراء على مصيبته بحياته الحسين عليه السلام علي أمن وان وان على زينب ثلاث وان آيات وان حسين يا عام يا ناغس وان على الولد وان على عبا وبعد وان يشيب منها الرايا وان على عبا يشيب منها على زينة ايانب ضاعت بين الارجاص مو بعيدين عن الأربعين زينك صار لها أربع تيام من غادرت لأنه بقت ثلاث تيام وان بكربلا بقرب قبر أبي عبد الله لكن من إجتها شا تقل تقل لجنة غايبة وحسى غيال في يتاك واربعين ليلة فارقية يا ايو بالحيد يا ابن امي يا يلقي يقول ايجا السكينها بيدها ماي قامت ترش على قبر ابوها الحسين اتقل لجلانك جلانك يا بعد القلب وجلانك شلانك يا بعد القلب وجلانك اليوم شم يوم وما قاعد ويوم ايجا الزينب سلام الله عليه اتخاطبه للحسين تقل لي حسين زايد الام علي جيتك فاقد ابنيتك رقي خوية قبل لتموت وصتني بوصير قالت لسلمية لعلى حسين الشفية ما اعظم المصيبة وين زينب توجهت الى المدينة الى قبر جدها تشكو له ما جرى وتنادي مدينة جدنا لا تقبلين فبالاحزان والحسارات جينا خرجنا منك بالاهلين جمعا رجعنا لا رجالا ولا بنينا ام البنين ها ام المصائب فاقدة اربعة لكن ما تنشد عن الاربعة شو تقول تقول لوين لوين تنجليب كل الميادين وينشتي مثل عبا السبعين يا اي 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 بس كونساء الامراء اشتركوا في القناة